مرحبا بكم في ريفر وود النسخة الكينية لهوليوود نحن في ستوديو تسجيل سلسلة الحب 101 وهي كوميديا درامية تتترق لقصص الحب المعقدة لعشرين شخصية اسم ريفر وود اقتبس من اسم الشارع الذي يتم فيه تصوير معظم الأفلام وهو طريق النهر هنا لا من استوديوهات كبيرة للسينما ولا للتلفزيون بل بعض الفنادق والحانات التي تفتح أبوابها للكاميرا مقابل بعض الدعاية مدة التصوير لتفوق البضعة أيام للأفلام وبضعة أسابيع للمسلسلات إلا أنها لا تبث على شاشات التلفزيون بل تباع في أسواق نيروبي على شكل ديفيدي هات هؤلاء الأشخاص الذين يبيعون الديفيدي هات لهم شبكات توزيعهم الخاصة نبيع الكثير في الشوارع ومحلات الموسيقى كهذا الذي ترونه هناك هكذا نعمل هنا والنجاح في الموعد صناعة السينما الكينية تطورت بسرعة وتعدت حدود البلاد المخرجة ونوريكا هيو عادت من مهرجان كان حيث تم عرض فيلمين لها وفز فيلمها من نوع الخيال العلمي بومزي بجائزة في مهرجان الأفلام المستقلة نحن في قارة عظيمة أهلها يحبون ويضحكون ويسمرون هناك الكثير من الأشياء الإيجابية هنا اللجوء إلى شخصيات حقيقية يأخذنا ليس فقط إلى عالم الحزن والمأساة الأفريقية ولكن أيضا يرين ما هو جيد وسعيد كما أن صناعة السينما في كينيا ليست مجرد ترفيه بل هي تجارة حقيقية إنها تضخل كثير من المال في الاقتصاد الوطني كما أن السينما تخلق وظائف متعددة ومع هذا تظل أمام صناعة السينما الكينيا طريق طويل قبل أن تلتحق بنولي هود نظيرتها النجيرية والتي تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا ولكن الحكومة تنوي دعم هذا القطاع فمؤخرا تم إصدار قانون يجبر التليفزيونات الكينيا على بث 40% على الأقل من الإنتاج المحلي موسيقى